الأهل ينتخب متابعة يومية لإجراء إنعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهل اللي حتكون يوم الجمعة إن شاء الله 26 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد أنتوا عارفين أنه الإنعقاد بيبقى على يومياً 25 و 26 25 بيبقى صحة الإنعقاد القانونية أنه لازم أن يحضر نصف عدد الأعضاء زائد واحد نصف عدد الأعضاء لليوم حق التصويت نحن النهاردة بنتكلم في 180 ألف عضو لليوم حق التصويت اللي هم المسددين للاشتراك الأخير فبالتالي عملياً بيصعب بدرجة كبيرة جداً أنه يحضر 90 ألف زائد واحد كمان للإنعقاد الأول فبالتالي بيكون الأقرب قانوناً أو الأقرب عملياً الإنعقاد الثاني اللي حيكون يوم الجمعة 26 نوفمبر بحضور 5000 عضو أو 10% أيهم أقل فبتبقى الإنعقاد المؤكد بإذن لا يكتمل النصاب القانوني يوم الجمعة علشان ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للنادي مجلس إدارة جديد يستمر في إدارة النادي لأربع سنوات قادمة النادي النهاردة أخذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسهيل حضور السادة الأعضاء تم التجديد على أنه العضو ودي نقطة مهمة جداً من الناحية القانونية العضو لن يسمح ليه بالتسجيل والإدلاق بصوته إلا اللي معايا كارنيه النادي وبطاقة الرقم القومي تاني الاثنين مع بعض كارنيه النادي وبطاقة الرقم القومي اللي معايا الكارنيه الوحده مش هيصوت لازم إثبات الشخصية التدل على الشخص نفسه بطاقة الرقم القومي ولا يعتد أيضاً بأي إثبات آخر يعني حد جاي معه جواز السفر حد جاي معه رخصة القيادة رخصة السلاح كل الحاجات دي في إثباتات الهوية كان متخص بها قبل كده لكنه اللجنة القانونية أو القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات من هيئة قضايا الدولة تجديدها على نحية الاشتراط اللازم كارنيه العضوية زائد بطاقة الرقم القومي دي نقطة مهمة جداً جداً ياريت السادة الأعضاء يراعوها بالإضافة إلى كل بقى الترتيبات اللوجستية الكافية اللي أخذتها أو اتخذتها للجنة التنفيذية أو لدارة التنفيذية للنادي من تسهيل الحضور عبر حفلات تقل الأعضاء كل نصف ساعة هيتحرك أوتوبيس من الشيخ زايد أو من مدينة نصر لنقل الأعضاء لمقر النادي في الجزيرة بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير بقى والإجراءات الاحترازية الكافية لتسهيل عمليات الاقتراع روعية طبعاً في الخيمة الانتخابية اللي تم إعدادها والانتهاء منها بشكل كامل لاستقبال السادة الأعضاء توفير كل أساليب الراحة واليسر والسهولة والسلاسة في الدخول والخروج من وإلى مكان الاقتراع زيادة عدد دي الخيمة الانتخابية اللي هتستقبل أعضاء الجمعية العمومية زادت المساحة بتاعتها زادت عدد اللجان منافذ الدخول والخروج كمان برى الخيمة هتبقى فيه لجان مساعدة استشارية بحيث أن العود لو عايز يستفسر على أي شيء قبل ما يدخل يقدر يستفسر من اللجنة المساعدة الموجودة خارج مقر الاقتراع مع تسهيل كل الإجراءات بقى في راكن السيارات تم الاتفاق واستئجار كل صحات الانتظار الخاصة المحيطة حوالين النادي سواء في الأبرى أو في نادي المعلمين مستشفى المعلمين أو جراش المحافظة بالإضافة إلى جراش عمر مكرم في ميدان التحرير وجراش ميدان التحرير وتم الاتفاق أيضا على تخصيص حافلات من ميدان التحرير لنقل سادة الأعضاء إلى مقر النادي كمان تم الاتفاق على وجود عدد كافي من سيارات الجولف لنقل الأعضاء من كبار السن من على بوابات النادي لغاية مكان الاقتراع والعودة بيهم مع تقديم كل التسهيلات التي تيسر إجراء العملية الانتخابية النادي الأهلي اعتاد على وعي جمعيته العمومية اعتاد على إيجابية الجمعية العمومية دايما وأبدا الجمعية العمومية للنادي الأهلي مضرب الأمثال سواء في الالتزام أو في الإيجابية أو في وعي الحضور حضور الجمعية العمومية في الانتخابات الماضية زادت عن 37 ألف وده كان رقم كبير جدا فان شاء الله الجمعية هذه المرة تصل إلى هذا العدد ويزيد عشان العضو يمارس حقه ويقول كلمته ويختار من يمثله في إدارة النادي لأربع سنوات قادمة اشتركوا في القناة